يا مراحب بيت مليون مرحبا مثل ورد حبايبي الفخمين من الجيل الفخم الجيل القوي اقوى جيل والله بالألفين وخمسة بحبكم كده كلكم على بعضكم حب هستيري ربي يوفيكم من الجهكم مبسوط مبارح بأدائكم في الامتحان عملنا امتحان تأسيسي اول هذا الامتحان تقريبا كان بسيط بعالج كم من مشكلة من المشاكل اللي حكينا عنها نسبة منيحة جابوا علامات كثير كثير مبسوط كنتمون بتطلع على العلامات الحمد لله تقدر الامتحان ما يقارب ألف طالب من الألف طالب هذولا قديش في فل هلا بنعرف نقرأ اسمائهم تكريما لهم من منصة المليون منصة جو أكاديمي بذكر الحصص المسجلة لحبايبي موجودة على جو أكاديمي يعني بدأ أحضر حصة لإسمائيل ناجي بدخل على جو أكاديمي دوسيتي تأسيس لازم تكون موجودة في كل المكتبات في كل الأردن طالب اليوم بحكي لي من الصيف مش لقيت دوسيها تابعنا الموضوع طلع في مشكلة معينة مش واصلة وتقول له ابسر أنا بدي أجيب لكيها بكرة بإيدي يا حبيبي المهم تكون مبسوط وراضي فالكل اللي عنده مشاكل في منطقة وفيش دوسية خبرونا عشان نعالج الموضوع لأنه أي عمل في العالم اللي يكون فيه أخطاء نسأل الله أن يكون من الموفقين ومنعمل إشياء على الأصول كما ينبغي كمان شغلي شكرا من قلبي لطلابنا الأجو طلاب الفين وخمسة في إيفنت الوحدات أقسم بالله من يعني صح تعبان منهك اليوم فرطنا فرض أربع ساعات وهم وفين مع طلابنا ما بين نصح ما بين تأسيس ما بين دردشة ما بين إعمال كذا ما بين نوزع دوسية وقفوا معي وعملنا صور لألا كان جو حلوب يا زلمي جيل فخيم خشيته نص القلب يا ويلكم من الله شو عملتم ماذا فعلتم بقلب إسماعيل ناجي طلاب الفين وخمسة مبسوط معكم كثير فخور في اللي بعمله عندي طاقة يعني بين دوشة الالفين واربعة بين دوشة المراكز دوشة المدارس دوشة الأولاين تصوير الالفين واربعة بكل ضغط بكركبته خشين على رمضان نختم الفين واربعة بس حاس أنه صار جزء من اهتمامي جزء من حياتي اليومية طلاب الفين وخمسة فشكرا لكل كانوا موجودين في الوحدات بدنا اليوم نحل الامتحان بس قبل نحل الامتحان شير وفيد الخير منشن للكل خلي الكل يحضر ويستفيد يعني اليوم حل الامتحان نشوف شو الأخطاء اللي قنا فيها ورح نظل هكذا نظل نأسس ونغلط نتعلم والحص موجود على جو أكاديمي واللايف تعنا كل يوم تسبت واحد بإذن الله ونسيت لا سبته أحد وأربعة سبته أحد سبته أحد وأربعة طيب عشان نحل هسا الامتحان هذا كمان حبيبي العميد أنس لبلو اللي كان شريكي في هذه البثوث كان بيتمنى يكون موضبس شوي عندهم كركبة لكنه بتمنى لكم كل التوفيق برضو بلش نقول ربش رح يصدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقى وقولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنتم تجعله صعبة سهلا إذا شئت برضو بدي رحب بالموجودين جميعا أستاذ أنا ما كنت بعرف أنه في امتحان بسيطة إيماني بيقدر تقدم الامتحان الحضيفة لسه فاتح أختي عادة الامتحان فاتح أنا حكيت معك بس كل الاحترام بساني يسعدك ربي جهاد لسه المامتحان بيقدر يدخل الامتحان لسه موجود طلابي في مدارس تزكية بكرة برضو عندهم امتحان في التفاضل والتكامل اللي هي مادة الأول ثانية وبسألون الطلاب رح تعمل إشي لنفسي منهاج وحيط الله لنصير نعمل غير بطوفنا التأساسية بطوفنا منهاج الأول ثانية لأنه برضو بلزمني بالتوجيه بس خليني أنا نصقها نقول يا رب نبلش في الامتحان الامتحان كان السؤال الأول هي السؤال الأول بحكي لي ثلاثة على ثلاثة قوة سالب واحد كديش ثلاثة على ثلاثة قوة سالب واحد كديش والخيارات واحد طبعا وده سرع أستاذ واحد بقوله ليش يا الحاجة فوق شاب يحكي زي بقلبني المشكلة حاجة فوق شبهها تحت وداع يا دنيا وداع على اللي خانه ماكملش بقولك رسول ما خانه ماكملش ولك هدولة مش زي بعض قالوا أستاذ مش قلت لنا قوة واحد بتأثرش آه قوة واحد بتأثرش بس خوة وسالب واحد بتأثر يا خون قوة وسالب واحد بتأثر يا ختيه طلع ثلاثة آه هاي منها لوح بتكتب اش هون صورة هاي اخوان ما بتكتب نديل 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 النوريال فتلاثة على ثلاثة قوة سالب واحد أكيد ما بروحه مع بعض مش واحد تعرف ما تبرونون لو ثلاثة على ثلاثة قوة واحد لأن القوة واحد آه أكيد ما بتأثر فهانا فهانا لا مش الجاوب مش واحد طب ولا شو الجواب بدنا لوح مش بدنا نحيل احكي احكي عادي اخواني اخواتي ايش اه احكي يارا ولك هو انا استاذ جغرافيا باقي بدي احكي بدي احكي بدي اقرأ له من أجوب قراءة انه الاد من النور هذا الاد من النور قصته قصة اقول حبيبي بالفترة اللي بيضبط فيها اللوح نقرأ ربا اديه بانت مدردية شكلك طبعا فهمنا فهمنا هلا راح فهمكم شاز انا مبارح كنت مشغول وما حليق بسيطة علوش حبيب حبيب اخوي عادي بتقدم اليوم ان شاء الله ولو قدمت راح تجيب علامة انا متأكد الجواب تسعى يعطيك الف عافية ربي عفيكي تعفيكم كلكم مرحبا طالبتك المبتسمة اجت تسلم وتروح يا حيالله طالبتي دانا بكرا عندك امتحان دانا الله يوفقك يا رب انت فخمة وابتسابتك ربي لا يحرمنا منها الجواب تسعى علوش بيحكي لي ايمان ووسان وام محمد انا مش ريال مدريد بزموتش ايش هان اكتب هان اكتب ها ها اللوح بين هاي وهاي بس يعني هسا نكتب هيك مثلا ايش هاي اهدف يلا يلا معلش حبايبي كيميا على شوية رياضيات لا خلا سيك الحياة سكر ويواجع القلب روه بعيد تأسيش شامل هاي بيحكي بين هان وين الثاني هاي هاي يالا طب تعال نرجع للمجحان فالسؤال اول ثلاثة على ثلاثة قوة سالب واحد شباب انتو بتعرفوا ثلاثة على ثلاثة قوة سالب واحد مين بتذكر الجملة اللي كنت احكيها وعك تتعامل مع قوة سالبة سبحان الله اسمها قوة انت قوتي انت سندي بكتطلعي ناقصة بالله في الاخير بنزبطش القوة تكون ناقص القوة لازم تكون كمية موجبة طب والحال اذا قوة سالبة عمي هاي بزبطش معايا والحال الحال 2 الفوق العصر معي لها علاقة Cالبعان هاي قاعدة في مكانها الحال القسمة بتقلب ضرب القسمة بتقلب ضرب Θلاثة قوة سالب واحد بعملها جمب شو بعملها جمب برفعها بتصير 3 قوة واحد يعني السالذه اللي بك توصله لما يكون عندي قوة سالبة بدي اخلص منها او هذا اللي بوصله كيف بدي اخلص منها بعملها ايش كلمة واحدة جم شيني جم تبديل اماكن طلعوا كانت عندك اكس قوتها سالب اثنين ومش عاجبك القوة السالبة بتروح بتنزلها تحت بتصير قوة موجبة واحد على اكس قوة اثنين طلع هي في البسط سالبة تنزل على المقام بتصير موجبة شكرا هذا اللي بيدا وصله طيب تعال لو كان عندك واحد على اكس قوة سالب خمسة هي في المقام سالبة بتصير في البسط موجبة بتصير في البسط ايش موجبة اكس قوة خمسة هلا ابنه الطالب يحكي لي طب افرض كان فيهانا يا استاذ ستة مثلا يا اخوان الستة شو علاقتها هايها الستة قاعدة ما كانها زيبهية هاي الستة انا هاي تحت سالبة رفعتها صارت موجبة انا هاي تحت سالبة رفعتها صارت موجبة انا هاي فوق سالبة نزلتها تحت صارت يعني تبديل اماكن من بسط الى مقام يغير اشارة القوة اكتبها ملاحظة تبديل الاماكن كلها مشتاقة لك من البسط الى المقام او من المقام الى البسط بغير الاشارة تحت القوة فالقوة السالبة رفعتها من المقام الى البسط اما الثلاثة فهي قاعدة اما القسمة فصارت ضرب يعني تقلب القسمة ضرب وهاي مكانها وهاي بترتفع تتغير الاشارة صف الثلاثة قوة واحد وهي ثلاثة ضرب ثلاثة قديش احكي تسعة فالجواب تسعة اتوقع سؤال سهل كان اتوقع كان سؤال سهل هاي نرجع هاي الامتحان فالاولى جوابها جوابها تسعة اللي اولى جوابها ايش جوابها دي اللي هي تسعة الثانية الثانية خمسة على الجذر الخامس لأكس قوة خمسة تعالوا بالله نرجع هون لو سمحتوا وين روحت هاي تعالوا هون الا شباب هاي حلوة برضو كمان اكس على الجذر الخامس لأكس قوة ايش قوة خمسة شباب خلينا كلنا نكون فهميا هاي جذر خامس وهانا في خمسة طيب اد انا مبارح حكي لك اياها في اخر بات اذا شفت خمسة وكان جذر خامس بيروح مع بعض بصف اكس فنطى الطالبة رجعتني في هذا السؤال دولي استاذ انت قلت لنا بتكون الخمسة هاي برة سنو افهمكم شو بتحكي قبل ما فهمكم لو كان عندي جذر وهانا في خمسة الخمسة وين اخواني على الاكس صح؟ قال والله الخمسة وين مكان فانها الخمسة على الاكس يعني تحت الجذر بتعرف انه بقدر اكتبها جذر الاكس وطلق الخمسة فوق عفواني التليفون اه بتعرفوا انه الخمسة اللي تحت الجذر بقدر اكتبها خمسة فوق الجذر؟ والله؟ اه قسما بالله ان لو كان عندي جذر الاكس وعليها النون ان هاي الان وين مكانها؟ قال والله مكانها تحت الجذر بقدر امسكها وحطها فوق الجذر اوه والله معلومة حلوة فمبدئيا الاكس اللي فوق خلوها قاعدي تمام؟ هاي الخمسة اللي تحت الجذر بقدر امسكها ايش؟ وحطها فوق الجذر شكرا وخمسة وجذر خامس ودع يا دنيا ودع صفة اكس على اكس اخوان في الرياضيات اي مقدار فوق شبهوا تحت بروهم مع بعض الجواب واحد خلاص اختصرناهن الجواب واحد بفهم كيف؟ فبرجع السؤال جواب وطلع واحد في مشكلة فيه بالله هذا السؤال؟ هاد هاد السؤال في مشكلة بالله؟ هاي اندخرة التعليقات لا واحد الكل بحكي واحد لا فخ مين الكل بحكي واحد الكل بحكي واحد الكل بحكي واحد ساعدهم بحكي واحد كويسين الشباب نشوف السؤال اللي بعده لا لا ولادنا محترمين في الرياضيات كيف يعني محترم في الرياضيات؟ بيعرفي تعامل راقف معلوماتهم جذر الساعة فيه طلاب متسرعين اخوان بالله عليك هدي حبيبي استاذي استاذ محمد صالح دائما هدي كان يحكي كلمة هدي 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 هاي الكلمة بحبها هدي كيف؟ وأنا والله على نفس الخطأ عالسين الكلمة هدي هدي أرجوك روّق أرجوك ونبص الجذر السالب تسعة تيجي تحكي لي زاد وناقص ثلاث والله في طالب هيك لي زاد وناقص ثلاث قلت لأ أقول لك خليها تكون جذر طلعوا خليها تكون جذر التسعة جذر التسعة تطلع زاد وناقص ثلاث بله جاوبوني كيف سهل الامتحان كيف سهل طب حمزة جاوبني حمزة بالله انسى هس هذا السؤال لو انها جذر التسعة بطلع زاد وناقص ثلاث هيك صح؟ جذر التسعة زاد وناقص ثلاث أنت راقي ما يسعدك يا أمل يسعدك يا نفحة أمل هلأ يا اخواني تمام أمور هاي مريم هاي مريم برج تجهواisan يا أمل يا يسعدينكم يا أخوان لو انها تسعة بطلعز زاد وناقص ثلاث تعلمنا الجذر تحته موجب جوابه موجب بس مش تعلمنا الجذر إذا تحته تسعة جوابه ثلاث هاي لو انها تسعة فما بالك أصلا وين راح الامتحام هيك فما بالك أصلا به سالب تسعة فالناس اللي مجاوبة فيه بطلع الأجوبة والله في ناس المجاوبة زاد ناقص ثلاث إيش تبغى؟ إيش تبغى أنت؟ إيش يتهيئ لك أنت؟ ولكن ما هي جذر التسعة تطلعش زاد و ناقص ثلاث فهذا أكيد خطأ يخوان الجذر لازم تحته موجب فهذا قيمة غير معرفة تعرفوا يقان ويشاع في المادة الجديدة طبعا إحنا بإذن الله منص الجو أكاديمين إيش تبغى أنتم عارفين يدينا طايلة في البلد أول ناس إن شاء الله مش أول ناس في موضوعية في الموضوع المنهاج بنزل مع بعض لكل الناس لكن إن شاء الله يعني بنكون من الصباقين في الحصول على كل ما يوفيد الطالب بيقولوا أنه في مادة كومبليكس وإحنا مجاهزين لها دوسية من هسة هاي رح تنزل لسة قريبا على الأسواق غير دوسية التأسيس دوسية كومبليكس شو يعني كومبليكس؟ كومبليكس هو العداد التركيبية المركبة التخيلية العدد الخيالية لها كثير أسماء الغير حقيقية ماشي بسير جذر السالب تسعة تتعامل معها لتعلم أغشي شكي إياها من هسة تعال أغشي شكي إياها والله ركز هاي نمسح اللوع شباب اهدى معي دقيقة نبعد عن التأسيس ونحكي شوية رياضية كل معلوماتك إنه جذر التسعة تساوي ثلاثة وكل معلوماتك إنه لازم يكون تحت الجذر موجب متحته موجب لهسة إذا انضافت هذه الوحدة اللي هي الأعداد المركبة بسير جذر السالب تسعة تحكي هاي قيمة غير معرفة شو يعني ما بعرف بس بسير طلع لها جواب تحكي جذر التسعة كم؟ ثلاثة جذر السالب واحد آي شو الآي آي قصة لسه طرمة بس بسير يتعامل الطالب مع الجذر إذا كان تحته سالب آه اللي هو جذر السالب واحد طلع آي وإذا لجذر التسعة بسير توزع الجذر على الضرب جذر التسعة لحالها ثلاثة جذر السالب واحد اللي هي آي فثلاثة آي وبلش في الحقيقية بعدين في التخيي يحني قصة إن شاء الله بنجازة إذا هو تسعة وتسعة وتسعين بالمئة نازل لهذا المال لكن لهسة جذر وتحته سالب ولا آي ولا ماي بعرف لهسة إذا فيه كان جذر وتحته سالب لا ما بدي يا لا قيمة غير معرفة فالجواب كان قيمة غير معرفة كان قيمة غير معرفة تعالوا والله حطيت أسئلة بسيطة تعرف ليش؟ أني مكار ضدها نجحيز لك لسه الأسئلة الصعبة اللي قد نام بس حبيت نفسيا هيك نطمن إنه مادية والله لطيفة وهي شغلات مهمة بتلزم والله طب 2 ضرب 3 بقوة 2 ناقص واحد شوف أستاذ 3 تربيع طلع أعطيك حل من الحلول ها 2 في 3 تربيع ناقص واحد تعال 2 نمسح لك هذا 2 نغير لك اللون يعني مش نحلم تحام 2 في 3 تربيع وبناتهم ضرب وناقص واحد الناس الرائقين بيحترموا الأولويات زي الحياة فيها أولويات كل شي في العالم فيها أولويات أنا أولويتي أول إشي في حياتي أهلي أم و أبوي على رأسي بعدين إخواني بعدين إصحابي بعدين وهكذا وإنت نفس الإشي ورياضيات نفس الإشي والله يا أستاذ 8 ضرب 2-16 هذا الطالب المتسرع هذا مش حل الغازالة الرائقة وبتلاقيها تستنى فيها هيها وحط لهانو الجواب خطأ حل الطالب تعال أورجيك حل الطالب الغازالة الرائقة شو بقول؟ بقول عمي علمني اسمائيل ليه؟ قل لي احترم أولوياتك قل لي احترم أولوياتك صفا في عندي طرح وضرب لأ ولوي للضرب 2-9-18 ناقص واحد بطلع الجواب إيش 17 بطلع الجواب إيش بطلع الجواب 17 الجواب سين برضو من الأسئلة السهلة هذا السؤال خفيف لطيف بس والله طلعت برضو كان في طلاب عندهم خطأ صلحنا الامتحان هذا كان بي شغلات غريبة الجواب 17 كلكم فخمين أم سند الخوالدي أختي أنت رائعة أم سوس خواقزة أنت فخمة آدم أنت مدريدي طب سالب X ناقص X تعرف في طلاب سوكاتبين كانوا؟ عسا الغلاط اللي غلطي تعلم 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 سالب X ناقص X يخوان مش سفر هاي طب متى جواب سفر يا حديفة إذا أنا كان سائب؟ يخوان أي حاجة في الرياضية تنكرر مرتين مرة مع إشارة موجبه ومرة مع إشارة سالبه الموت X موجب X سالب سفر اللي تعرف شو بنسميها حديفة هاي في الرياضيات الحاجة ومعكوس الحاجة يعني خمسة خمسة كم المرة شايف الخمسة يا حديفة؟ مرة إشارتها موجب مرة سالب شو بصير فيهن؟ سلامات يا هوة هاي سالب X تربيع وهانا X تربيع موجب شو رأي يا سفر؟ بس أنا ما كان عندي هيك السؤال شو كان السؤال؟ السؤال كان سالب X ناقص X في ناس جاوبت شو طلاب هاي سالب 2 X تربيع عاد أنا مش هيك علمته علمته في ناس جاوبت هيك سالب 2 X تربيع برضو هادا خطب طلع شو التعليم الصح وشو الشغل العالي بورتغالي باجي بقولي X إشارتها سالبه والX إشارتها سالبه أول إشي agree نذكرين كلمة agree و disagree أوافق ولا غير أوافق؟ عشان أجي أجمع وأطرح ذكرني لازم نكون نفس النوع شو يعني نفس النوع؟ نفس النوع؟ شو يعني نفس النوع؟ نفس الحرف ونفس القوة نفس النوع ونفس الحرف ونفس القوة نفس النوع ونفس الحرف ونفس القوة نفس النوع ونفس الحرف ونفس القوة الحرف هي و إكس القول عليها واحد فنفس الحرف ونفس القول معناته يلا معناته تتوكلوا على الله آه موافق اجمع الأرقام بس اجمع الأرقام طيب الإكس شو سالب فيش إش يعني سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب اثنين والنوع بظل زي ما هو ولا بأعمل فيه إشي يا شباب بالله عليكم سالب اثنين إكس تربيع ناقص ثلاثة إكس تربيع الحرف نفسه آ القوة نفسها A باجي بحطي النوع زي ما هو اكستربيع بفرقش معاي وباش تقلع الارقاب سالب ثلاث سالب اثنين كم سالب خمسة انت هيك بتفهم انت هيك رائع افلت عليك كيف اما تجي في ناس كتبالي هون اكستربيع لا خطأ ده خطأ اتوقع جوابه واضح شير وفيدي الغير حبيبيا قصي شكرا عوقفتك اليوم كنت جدع انت اصير ربي في الرحنة بنجاحك وقف معاك وقفت نجاح اجعل مكتبة وقف معه طالب الفين واربعة وقف مع طلاب الفين وخمسة يعني تقول اخوانو تعالوا احكي لكم لازم نعمل كذا لا لا شكرا شكرا طلابي زلام بس هاي تحكيها طلابي وإحنا ابطلها لحد ما نبطلها اهلين هذا خلصنا نشوف هون نشوفها يالله ايش ترائك يا عوديفة بتعرف لقيت طالب يمكن يعني بنعده عصابع اليد اربع خمس طلاب استاذ لا يمكن استاذ قلت ليس لا يمكن قال صاري غني انا حط حالي مكان الطالب بناقشه قال ليش لا يمكن انت قلت لنا عشان نجمع ونطرح طالله هيحكيها باللسان وعشان نجمع ونطرح ملانو هيضرب ايه يكطع عني مانتبهتش او 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 ايه صاري عصابه ندم وصار هاي الوزارة هيك التوجيه أصلا تذكر أنت طالب التوجيه بعرفش الجاوب بعرف بس متسرع شوف اللعبة ثلاث عناصر إذا تمتلكهم أنت فست في الامتحان معرفة معرفة أنك تسمع الحصة وتحل بإيضا خرياضية وتحل أسلة خارجية الوزارة التي عملها فيها وتحل الأسلة الدوسية والكتاب هاي اسمها معرفة 90% من طلابنا لا يفتقدوا إلى المعرفة يفتقدوا إلى العنصر الثاني اللي هو الدقة النوع العنصر الثالث إذا كان عندك أنت فست مبروك عليك الحرب بتاعت الامتحان الوقت هتنالف عن ناصر إذا تمكنت منهم معرفة دقة وقت الآن المعرفة ضرب هذا يا صديقي الضرب علمتك كلمة ليه خاف بمعنى كله بضرب كله كل شي بنضرب عادي طب نيجي هون بنقول سالب اثنين اكس ضرب ثلاث اكس اربيع تعالوا هاي سالب اثنين اكس ها سالب اثنين اكس ضرب ثلاثة اكس تربيع شباب بضرب الارقام عادي سالب اثنين ضرب ثلاثة شو رأيكم في الضرب مين متذكر اذا اختلفنا عن بعض في الاشارات فنحن نقص يا عيب الشوم لما اجي اضرب موجب بموجب سالب بسالب موجب بسالب سالب بموجب طلعوا ايش متفقين فنحن ناس ايجابيون هدف الضرب هدف الضرب بحكي عن الضرب انا شباب اذا اختلفنا يا عيب الشوم نقاصها يا عيب الشوم عيب انا موجب انت سالب عدار اهلك عدار اهلك انت اللي وصلتنا لهون انت واما اختلفنا انا بحكي عن حالي موجب وهي بتحكي عن حالي سالب انا بحكي عن حالي سالب وهي بتحكي عن حالي موجب فاختلافنا يعني إيش؟ سالب زي بعض متفقين فنحن إيجابيون موجب فهونا سالب 2 في 3 سالب لأنه اختلفنا هاي موجب وهاي سالب سالب X1 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 عندها ضربة نجمع في الضرب بجمع الأسس الشباب شو القوة تاعة الـ X1 هنا 2 مطلع ثلاثة سالب 6 X تكعيب معلش إحنا بنطيف الشرح بس لأنه في ناس أخطاء عندهم أخطاء الناس الجوابت صح مبروك عليكم بس بدي أوضح للكم لليوم سألني في طالب كان 2005 فخم كان هذا الشاب سألني عن هاي قالوا استاذ هاي شو جوابها؟ آه ثلاثة مضروبة في جذر اثنين ثلاثة مضروبة في جذر اثنين لو سمحتوا تركزوا ثلاثة ركزوا في هاي الداخل راح يلوي هاي لوحي جديد ثلاثة فانغير لك اللون أطلقكم في لون هون هيك هاي هذا الفوشي أطلاب الأنفوشي شباب ثلاثة جذر اثنين هاي سؤالي كان كم قيمة ثلاثة جذر اثنين قبل ما أحكي لما أجي أقول لك جذر الخمسة وعشرين يحكي لي والله خمسة فالخمسة الفالتة برة كانت تحت الجذر خمسة وعشرين الخمسة الفالتة برة هاي كانت تحت الجذر خمسة وعشرين أنس البلوي يلا أنس البلوي يمكن يرن على يسلم على الطلار جذر الستة وثلاثين شو ساوي ستة الستة الفالتة برة تحت الجذر شو اسمها ستة وثلاثين اللي دا وصله الرقم الفالت برة إذا كان جوه الجذر فهو مربع لأنه جذر تربيعي الستة الفالتة برة كانت جوه الجذر مربع اللي هي ستة تربيع ستة وثلاثين فالرقم الفالت برة ثلاثة وكان فيه هنا جذر لو بدكت مسكة الثلاثة تقولها تعال تفضل عنا بتدخيلها ثلاثة لا بدخلها مربع لأنه هذا جذر تربيعي بدخلها تسعة عنجد جذر ثلاثة نفس جذر التسعة فإذا شفت حاجة فلت برة زي تنين مثلا وكان في جذر تربيعي ندخلها تنين ولا ندخلها أربع حكولي يلا دخلها تنين ولا أربع هسي عريضة بشرح لك أبشر العلوان بقولولي نحولنا طب هسي نغير اللون عادي هيك منيح هيك منيح عنجد بيحول اللون كيف كنين مش عارف فالثنين الفالت برة شو هي جوه الجذر يحكوا يحكي اسمع هايو اقرأ أربع بيفهمو فمعناته حاجة برة الجذر إذا نويت يا ولدي تدخلها على الجذر بتدخلها مربع لأنه الجذر تربيعي طب بيدي طالب بيحكي عن حاله أميق اتنين ندخلها على الجذر التكعيبي إيش هدخلها عطيني تعليقات عريضة زيد أبو عريضة أنت مدريدي ما نعارفك هذا ابني الولد حتى أنا أغلط فيها آآ لا نه أنت أنا رخمة عادي مني غلط نتعلم هايات أربع أخلا آآ أربع اثنين برة دخلوها على الجذر التكعيبي شو مدخلها محمد ياسم ثمانية بهاء بهاء سلطان يسعد دينك أبو عريضة أوه ياسمين مريم مخلد يا زلم شو هاك من أين لكم هذا الرقم برة بده يدخل على الجذر إذا تكعيبي بتكعب إذا تربيعي بتربع حسب القوة على الجذر يعني دليل الجذر بسموه فاثنين برة فالتة انضبي جوه الجذر يختي تنضب مكعبه لأنه جذر تكعيبي اثنين برة فالتة انضبي يختي تحت الجذر التربيعي يختي تنزل مربعة لأنه جذر تربيع أتوقع وصلة الفكرة ارجع يا أستاذ عالسؤال وين راحسو هاي السؤال ثلاثة فالتة برة وفي اثنين جوه شو دخلنا في اثنين هاي الجوه الثلاثة الفالتة برة ودخل نضبع الجذر التربيعي يختي بتنزل مربعة لأنه جذر تربيع بصير تسعة صفت اثنين بتسعة ثمانتاشة يمكن اكثر دائرة كان فيها اخطاع عن طلابنا تطلع الجوه بيش كديش جذر الثمانتاشة وصلتها هاينا بقرأ احسين الشرفات ثمانية ما هي كبير من علامة تعجب طبعا يا شرفات طبعا يا شرفات ابو عريضة بتدخل تسعة تقلقش بالنسبة لامتحان بكرة ابو عريضة بطمناك عملكم امتحان محدش راح يقدر يحله طمنا كلكم راح ترسبو ياسمين جذر ربا ديب انتي رايعة اختي انتي فخمة انتي رايعة لاب يالا رجع تعال فالجواب كان ايش الجواب كان جذر هذا خلصنا هذا خلصنا الجواب كان جذر الثمانتاشة هاي والله لقنا برضو فيها اختاح وضيفة واحنا نصلح اثنين على ثلاثة خمسة يا اخوان مشان الله اثنين على ايش على ثلاثة خمسة مشان الله يا شباب بعدين معكم بعدين معكم ليش يمكن تسوه استاذكم اللي بيحبكم اخوان اثنين على ثلاثة على خمسة اول حاجة في مثل هذه الابراج سميناه برج ثلاثة بعمل ايش خط الاستواء هايو الخط الاطول يزا ما نمطول لك اياه اصلا طلع السؤال ها حاضر هاي هذا اطول امبين فهذا بسموه خط الاستواء اللي فوق خط الاستواء اسمه باست وسيب الباست بحاله اترك الباست please don't touch باست please don't touch باست اترك الباست اثنين ضرب يلا مقلوب المقام 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 بعدين معكم بقلي بالمقام ايه ثلاثة على خمسة تعرف ايه طلاب مش عارفين شو يعني مقلوب المقام اعمل فيها هيك بسير خمسة على ثلاثة واضرب باست باست اثنين بخمسة عشرة على ثلاثة اما هاي تاعت المس مقام المقام باست بلا فتكوني منها حدد الخط الاطول هايو هاي الخط الاطول اللي فوقو اتركو زي ما هو واللي تحتو شاقلبو ثلاثة على خمسة شو بسير خمسة على ثلاثة وصلت ولا اجيب وصلة وصلت ولا معتها بتوت لا خلاص مش طبيعي ويداد شكلا بونز بليز حبيبي يا زيد تخافش زيد بكرا مش رح لحالك رح ترسب كل الصف رح يرسب والله بي في مدارس تزكية اللي متوتر من التنحان بكرا تخافوش لانه كلكو رح ترسبوه لا بمزح والله ربطكم تصبيت منيح خايل يلا اسئل مش رح تنحل المرة يعني ايش يا معلمي طب انا بدا اسأل سؤال بدا اسأل سؤال بديش احل انا هاي هاي ما بديش احلها باز اسأل سؤال شو خلص هاي 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 ايش فيها ليش في ناس عندهم مياه خطأ هاي ليش نور خالد احكي لي رولة انتي رائعة ايماني كويسين بدي سؤال على الخاص ابشري طبعا جاهزين اخواني اخوان اخوان هاي ليش غلطانين فيها ازا نجمعوا بطر احنا واحد المقامات سالب واحد ناقصتهم لا بازعلش مني في شوية هبد كان عنده ولادنا 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 الا يهبد وبس عادي مقبول اللي بتمونوا اولها منتعلم نغلط بس بدناش برضو نظلنا نخبص يا اخوان توحيد مقامات تعرف ان علمت طلابي شغلة الواحد زي السائل ياخد شكل مش اخدنا في العلوم صف سابع الماء ياخد شكل الوعاء الذي يضع معه يعني طلعوا الميه ماخذي شكل الكاسة الميه ظلت ماخذي شكل الكاسة سواء شربت او مش شربتش السائل ياخد شكل الوعاء الذي يقع معه السائل ياخد شكل الوعاء الذي يقع معه والواحد ياخد شكل المقام الذي يقع معه فاذا كنا نتكلم عن ثمثم ثمثم المقام فالواحد هي ثمانية ثمانية يعني بخلي الواحد ثمانية ثمانية لو المقام كان هان سبعة بخلي الواحد سبعة سبعة لو هان كان ستة الواحد يأخذ شكل المقام الذي يقع معه الواحد يأخذ شكل هسا كل شيء زي ما هو هاي سالب واحدة ثمانية طيب كيف يساوي فذول البسوط ويبقى المقام ويبقى المقام شو المقام ثمانية وتعامل مع البسوط سالب ثمانية سالب ثمانية ناقص واحد بتعمل ثمان اشارات سالبة واشارسها كل التوتن قدش سالب تسعة فالجواب سالب تسعة ثمانية يزعلوش مني دائرة لطيفة كانت هاي دائرة كانت ايش دائرة كانت لطيفة نرجع السؤال الاخير هذا السؤال الاخير هو السؤال الوحيد اللي بيش عليه خلاف والسؤال اللي كل اردن حلته هو الطلاب النادي بالله نور عشان نشبك نطلع شهادات تقدير الطلاب هذا السؤال الكل لازم يحله الكل لازم يكون عارف حله سر من اسرار النجاح سر من اسرار التفوق كيف تبدع في التوجيه وتحصل على علامة كاملة لازم تفهم هاي المعلومة افضل فاريق كرة قدم بالكوكب نعم يا سادة بزبط ايه ريال مدريد بزبط بيه ريال مدريد بزبط سيد ريال مدريد بزبط بزبط مدريدية سيدكم بزبط ديه ريال مدريد بالجواب بزبط اي بي سي ديه تحية للمدريديين الفخمين طبعا هذا السؤال رائع هذا السؤال كان رائع طلعلي بالله علامات شكرا طلابي على اللي قدم سواء جبت علامة منيحة او مش منيحة بس في شغلة ما عجبتني الاسماء اللي كتب لي اسمه بو 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 ايش يعني اسمك اللي قدم اسمك حقيقي لانا مالك شاهد تقدير بس فشكرا جو اكاديمي تكريم الاوائل اسماءهم بس هيك راح نزلهم ببوس لو سمحتنا نوحد كلنا كيف الصورة اللي هسته بتنزل بتخدها بتحفها صورة بروفايل عندك على الفيسبوك خلينا نوحد كنوع من انواع العمل الجماعي لانا ياض الله مع الجماعة لما نكون هيك كلنا تيم كلنا هيك عنا نفس الشعار والله اشي محمس هيك بدعم انه احنا شركاء وراح نكون شركاء في سنة كاملة لسه هذا اول غيث واول غيث قطرة هاتش غلي اغنية فيقلي الطلابي اذا ما ذلك جايبين فل ما لك يا ادمن بعدين ما على ادمن طيب رند احمد انتي جايبين فل يا بنتي ربني وفقك توجيهي 2005 هيحطيها عندك بروفايل الصوت تاعي بروح يعني بيظل الصوت مع الاغنية مع الهذا يلا اه فيا روح فيانا 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 يا عيني البعض هكيف تجيب البعض ها هاي يلا رند احمد فخمي انتي فل الله يرضى عليك وان شاء الله بتكوني في التوجيهي بالتوجيهي جايب فل ايش هاد اخوان يلا يلا اشتغل مش مشكلة تخيلي حالك بالله عليك تخيلي ايش كيف يلا اقلي بس قبل تخيل حالك طالع النتائج تخيل حالك انت اليوم مش نتائج امتحان تأسيس خفيف لا يوم تتوجيهي وجايب فل انت سنة وقف 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 سطوب اللابب شباب قامة الصوت لو سمحت بس ادمن عشان نرحف الاستاذ شباب قامة تربوية تعليمية عريقة في البلد مش من مبارح انا ما كنت طالب توجيهي كان من الاساس الفخمين من اليوم استاذنا وحبيبنا ملك الفيزر استاذ احمد شقبوعة يا حي الله كل الاحترام اهلا استاذ احمد سعد الله ومساءكم بكل حير شو اخباركم سعد الخير استاذ نحي الله استاذ احمد شقبوعة معنا طلاب الفخمين طلاب الالفين وخمسة وانت يعني ابو ابو العلم هذا كلياته وعارف مادة الفيزي كديش لها اثر في تأسيس عند الطلاب هل ممكن اتأسس في هذه المادة بالفترة هاي مع احمد شقبوعة وكيف اه طبعا اكيد اه بلشنا احنا دورات تأسيس مع الطلاب هيت شوي في بعض المراكز الحقيقة اني شفت اه شفت اه شفت حماس يعني من قطع النظير اه طلاب اطحير رائعين مقبلين يعني واشي رائع ما بتنخلص الحصة اه الاساسيات المهمة جدا حاليا عند الطلاب بدي يعرف يعني يعني تعرف اه احداث القياس كيف تعمل معها كيف يحولها اه تحليل القوة قواعد المحصل هاي شغلات اساسية هلا اه فيه اشياء رح يعني نعتمد عليها يعني مثلا اه احكون مطلوب مني اه معادلات الحركة الشغل والطاقة مرض احفظ الطاقة هلا هذا الكلام احبش في كل خطاق اللي اشرح الآن في دورات التأسيس نعم الصحيح انه لازم يصرح متى لما انت تحتاجه يا سلام يعني انا بحكي للطلاب اه لما مثلا اه نحتاج معادلات الحركة في لحظة من اللحظات اوقف اقول لهم يا شباب هاي معادلات الحركة كذا وكذا 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 ارجعوا اياهم انحل شوية التمرين عليهم تمانوا يستذكروها وبعدين ادخل ع الدرس هيك بصير رب هيك بيعرف ليش انا اخذ معادلات الحركة افهم تعليق مش انه والله هلا اخذهم وبعد شهرين لما يلزموني اقول لهم والله اخذناهم اللي يقول لي ناسي واللي مش ناسي ايوا ايوا في المكان المناسب في الوقت المناسب انا بقول هذا افضل شيء طب استاذ احمد شكبوعة اهمية التأسيس طالب التوجيهي ممكن طالب الفن وخمسة بقول لك يعني يمكن هسا الوقت عادي وبراحة وكذا موضوع التأسيس خصوصا في مادة زي الفيزياء له اهمية كبيرة واضغلنا الموضوع والله الحقيقة ضروري ضروري الطالب يعني لانه فيه فاقد يعني فيه جزء من المادة اللي ابتنزلنا الصراحة كان في الصفة العاشر مخبيرة نعم نعم يعني في العاشر يعني اغلب الطلاب يعني بسبب ظروف الكورونا والتعليم عن بعد مع مسكة الموضوسة يعني احنا الطلاب اللي حوالينا في المراكز هايهم بيجونا الناس اللي بعاد عنا هاي الجو اكاديمو طبعا للكل احنا ان شاء الله موقفين مع الكل يعني وهذا وهنا اهمية جو اكاديمو توقف مع الطلاب من الجنوب للشمال من الشرق للغرب طبعا اخر شغلي دوسيتك نبارك عندك هسا لايب بديش اخرك عليه دوسيتك لالفين وخمسة موجودة صارت في كل المكتبات طبعا انا بحنيكم بوجودكم على الامراك المشتقبل يا حبيبي 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 إن شاء الله اللي بتشوفه عيد الخير بإذن الله يتعالى الله يحفظه بستاذ احمد شكرا انا انشرفت في هذه الزيارة كل احتراني بك الصح والعافية وان شاء الله بكون في عمل مشترك بالفيزي ورياضيات لان دائما بقول الرياضيات في فيزي بنات عم ولا بنات خار صحية بنات عم كل الهو حبيبي حبيبي حزاز احمد الله يحفظك كل الاحترام طلابنا نرجعهن طلابي ربي يوفيكم علش تعلمنا كثير في هذا البث تعلمنا فيزيات تعلمنا الرياضيات تعلمنا الامتحان بس بديك تتخيل تتخيل انه انت طالع نتيجتك في التوجيه بالله عليك هيا مش علامة الامتحان التأسيس تعتبر انه هذا تحان توجيه وطالع على الامتح كي الله محلا من شعور النجاح بجنن سريعا نقرأ الاسماء مناش نضيع وقت للطلاب راند احمد انت فخمة اسراء برضو فل فخمة اختي ربي يسعدك محمد حازم جهاد ياسين 16 من 20 يلا قوت قوت بنشد بنتصير احسن فيش مشكلة عبدالله الدحيح هذا هذا طالبي بتسكي ربي وفقك رمز بسور دين وبينهم جنف ريحات 16 ولا 16 فرح يونس انت فخمة اشواق يا سلام وعماد 16 بيداء 16 فل هذا الزعبي اهلين باربد ياسمين عطالله 16 هديل طبعا جو اكاديمي بتشكر الطلاب تمنى لهم مستقبل بقى 16 لو داد هديل 16 اكتب بالعرب لان بعش اقرأ انجليز مرة ثانية 18 ميس الترك وروان روان الفخمة 16 من 20 زينا حلو امل دراغمي برضو 16 اسيل المجالي 16 ياخي شو الفخامي هاي 16 سعدو هذا فخم دارين جهاد العجارمي اهلين عجارمي هدى هدى قواقز 20 صوت طالع ما اظنش انا مش سميعني 18 16 عمل لي هيك فخم فخم ماشي طلعهم بالله الكل انا من عند اسماعيل ناجي بتمنى لكل النجاحة نقرأ الربا 20 18 اسامة اسامة الهندي حنين جرداء 18 آية وشقرة ضحى المشاقبة 18 16 ندا عوض 20 نور عباس آية 18 تالة طلال لجين لجين حماد 16 بيسان 20 فل اهلين حنان عسلية 20 طلوهم احلى العشرين يا زلم يا رقم بجنن بتحس فيو هيبة ارجع لين غسان عباس 20 تخيلوا انه هذا امتحان توجيهي بالله عليكم اذا تأسيسوا هيك مبسوطين طيب نادي ربابعة 18 تابع 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 يا ادمن يزن حاتم 18 20 زهير الحلاق يلا زهير الحلاق 20 فخم محمد عباس 20 بالانجليز حمزة 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 حبيبي دعاء عيسى الشبول عشرين مكتب عشرين تأسيل الصباحات عشرين زوزو اهلين يا زوزو 18 فخم ياسمين ياسمين رفام هاوش القطيش كلهم فخمين هدولا راحوا خلصوا اخوان تخيلوا فرحة النجاح بالله عليكم ما خلصوا ما خلصوا بالله عليكم ول 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 وكملهم بس طلع بالله هدولا بدي احكي معهم كلمتين من قلبي بالله عليكم نشوار الالف ميل دا ما بحكيها بدأ بحص التأسيس انا بتخيل انه هاي فرحة نتاج بتخيل انه هاي علامات توجيهي بدنا نتعب كلاياتنا نكون شركاء في السنة الكاملة عشان تطلع نتائجنا وأكون معكم ونقرأ هاي النتائج رب يوفق الكل ونجح الكل بس واحد هاي الصورة ننزلها عندك على فيسبوك خلي يكون هيك جو حماسي تفاعلي بيننا بحبكم كده كلكم على بعضكم هو استيري